أربعة ملايين وخمسمائة ألف طفل في اليمن لن يلتحق بالدراسة هذا العام ثمن باهظ للحرب يدفعه الأطفال وعبء ثقيل آخر سيحملونه معهم انقطاع رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل هو ما سيعيق العملية التعليمية هذه المرة ويحرم ملايين الأطفال منها بحسب منظمة اليونسيف عامان وأكثر من الحرب نتج عنها واقع ماسوي كان الأطفال الأكثر تضررا به فإن لم يمسوا بشكل مباشر تضرروا بآثارها بشكل آخر كالإنعكاسات التي تركتها أزمة الرواتب عليهم حيث فاقمت من انعدام الأمن الغذائي الذي تسبب بتعرض مليون طفل يمني لسوء التغذية ودفعت آخرين للذهب إلى جبهات القتال للحصول على مبالغ زهيدة من المال معاناة تسببت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد استنزافها للبنك يقابله عجل الحكومة الشرعية في إيجاد حلول جذرية على الرغم من نقلها البنك للعاصمة المؤقتة عدن ليقف المواطنون أمام حلول ترقيعية فاشلة في صراع اقتصادي جعل أكثر من 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية